هكذا خرج هذا النائب في الحزب الحاكم بالهند عن شعوره وأوسع زميله في الحزب ضربا بحذائه بعد نشوب خلاف حد بينهما بسبب طريقة وضع أسماء على حجر الأساس لمشروع جديد سيقام في الهند الواقع التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالشجار بالأحذية كان بطلها النائب شارد ريباثي الذي اعتدى على زميله والعضو في المجلس المحلي راكش سينج والذي رد عليه بسيل من اللكمات المتتالية داخل مقر حزب باهراتي جانات الحاكم في ولاية أوتار برادش وانتشرت هذه المقاطع المصورة لوقعة الشجار على مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب حرجا لمسؤول الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارين درامودي ورفع النائب تريباثي المعتدي إلى الاعتذار عما بدر منه وهو ما فعله أيضا النائب الآخر راكش سينج ما حدث لا يعبر عن سلوك العادي وهو أمر مؤسف لست فخورا بذلك وعلى الرغم من ذلك فقد قرر رئيس الحزب الحاكم في ولاية أوتار برادش استدعاء النائبين المتشجرين واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضدهما ويعد استخدام الأحذية كسلاح في الهند تصرفا شديد العدوانية ترجمة نانسي قنقر